أكملت وزارة الداخلية كافة استعداداتها المتعلقة بالترتيبات والتدابير اللازمة لإجراء التمرين الأمني المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمن الخليج العربي واحد والذي يعقد للمرة الأولى من منطلق حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على تعزيز التكامل الأمني وتنفيذا لتوجيهات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية ومن المؤمل أن يسهم التمرين الأمني المشترك والذي يأتي في إطار الاتفاقية الأمنية التي تجمع دول المجلس في تعزيز القدرات المشتركة وعلى رأسها مكافحة ظاهرة الإرهاب خصوصا أن التمرين يعكس الجاهزية العالية للقوات الأمنية والرغبة المتبادلة في تبادل الخبرات والتدريبات المشتركة كما يعد التمرين الأمني المشترك والذي أقره الاجتماع التشاوري لأصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية دول المجلس بالدوحة في أبريل 2015 نقلة نوعية في مسيرة التعاون الأمني بين دول المجلس والعمل على توحيد المفاهيم في العمل الأمني ويتي تتويجا لفعاليات أمنية متعددة في إطار التنسيق وتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون الشقيقة حيث يهدف إلى رفع جاهزية القوات الأمنية والارتقاء بالتنسيق الميداني وتوحيد المصطلحات والمفاهيم الأمنية والوقوف على فاعلية إجراءات القيادة والسيطرة والاتصال بين مراكز العمليات الأمنية في تبادل المعلومات بشكل فوري وتنفيذ التدابير الأمنية للاستجابة للحالات الأمنية المختلفة